طب نرجح تاني بقى لموضوعنا حكاية الكليبات وقلت لما زيزي مصطفى تسافر تاخد معها سي دي او كاست تاخد مين من المطربين سواء قديم او جديد وليه حنقول عبد الحليم حافظ اه اه وحقول وديع الصافي وحقول يعني فيه ناس كتير وقاظم الساهر دلوقتي بالنسبة للمصريين انا احب اسمع متحة صالح احب اسمع علي الحجار احب اسمع الحلو اه ده بالنسبة للرجالة اه بالنسبة للستات احب شيرين اه فيه روح وحياة احب امل ماهر ست حلو اه انغام اه غير كده اه احب اسمع الموسيقى العربية اه يعني حتى لو هم ما بيبقوش كلهم بالنسبة لي مشاهير بس بحس ان اللي هو بقى الموسيقى العربية تراس يعني الغونة بقى اه تميل انت للكلاسيكيات اه صح اه الخفيف ده تفرج اه لابسة ايه عاملة مكياج ازاي ايه الامورة دي بس بيعجبك اه العين لكن مش ومش كتير يعني ما قدرش اصمر انا لقيت معاكي مثلا من الجداد قوي دول يعني انا بقول يعني الحاجات الفضيعة دي اللي كل الناس بتقف تبرق يعني انا كست بتزوق الشكل الجميل واللبس وكل نانسي عجرم بتمثلي ابنت امورة اصغنونة اه بتغني اغاني لذيذة خفيفة نكحة جدا في مجالها احنا معانا شاشة لنجم وفنان اه بنحب كلنا واكيد انت حتتبص لما تشوفيها على الشاشة عزيني شوف مين معان مساء الخير مادام زيزي مساء الخير مادام صفاء زيكم وحشيني انتوا لتين جدا جدا و اه ازا كنت هتكلم على زيزي انا النهاردة ف هتكلم عليها كصديقة مش كفنانة كبيرة لان لان كل الناس عارفين قديها فنانة كبيرة لكن كصديقة زيزي اللي يتقال عليها بريادة مجدع شهم يعني ما تتخيلوش قدي ايه العلاقة اللي بيني وبينها عائليا كمان ومن زمان اوي اوي علاقة قوية وعلاقة لها لها جدور زي ما بيقولوا يعني اللي انتوا بتعرفوش بقى على حد اولها هي انه من بالرغبة من كل اللي هي بتقولها لما مثلها نكد انها اخف دم بني ادم ممكن تقعد معاه في حياتك انت فنان جميل وبشكرك جدا 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 على التحية الجميلة دي ودايما اشوفك كده منور كل الشاشات السينمائية والتلفزيونية والمسرح وكل حاجة مرسي جدا 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 ترجمة نانسي قنقر